اشتركوا في القناة 10 مارس 2019 وعلى استاد برج العرب الإسكندرية وفي حضور 10 ألاف مشجع مباراة الزمالك وجرمهيا الكيني في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة وذلك ضمن منافسات الجولة الخمسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية وتزاء المباراة على قناة بنسبورت واحد ويعلق على المباراة المعلقة علي محمد علي كانت مباراة الزهاب بين أفريقين انتهت بفوز جرمهيا على الزمالك بنتيجة 4-2 ووضع الزمالك نفسه في مأزق في الثلاث جولات الأولى ولكنه أحيى الأمل بالفوز الأخير على بيترو أتليتكو في الجولة الرابعة بهدف نظيف مما جعله يحتل المركز الثالث في المجموعة بعد كل من متصدر المجموعة نصر حسينضاي برصيد 7 نقاط ويليه جرمهيا الكيني برصيد 6 نقاط ثم الزمالك برصيد 5 نقاط ثم بيترو أتليتكو في المركز الرابع برصيد 4 نقاط ويحتاج الزمالك للفوز بهذه المباراة ليرفع رصيده لـ 8 نقاط وهو ما سيجعله في وصفة المجموعة مهما كانت نتيجة لقاء بيترو أتليتكو ونصر حسينضاي في أنجولا الذين يلتقيان قبل لقاء الزمالك وجرمهيا اليوم وفي حال تعادل بيترو أتليتكو مع نصر حسينضاي فإن الزمالك سيكون في المرتبة الثانية خلف نصر حسينضاي الجزائري واستقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على التشكيل الأساسي للفريق الذي سيخوض به المباراة والذي جاء كالتالي في حراسة المرمى محمود جنش في خط الدفاع حمد النجاز محمود علاء محمود الوينش عبدالله جمعة في خط الوسط طارق حامد فرجاني ساسي وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وحميد أحداد أما في خط الهجوم عمر السعيد في النهاية بشكر حضراتكم ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة